السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم اخوكم حسان من قناة عالم التروحات الاليفة باذن الله جماعة النهاردة الفيديو بتاعنا مهم جدا من اختياركم الفيديو دي نهاردة بتاعنا جميع تصنيفات وطفرات الباجي باذن الله النهاردة هنكلم عن جميع التفرات وهنوريكوا بالصور والاسماء هنقول جميع تفرات الباجي باذن الله وبالمناسبة انا كنت اتكلمت عن طفرة طفرة فيهم بالتفاصيل ازاي تنتجها والوانها وسعرها في السوق وكمان كل حاجة تختص بالطفرة دي كلمت عنها في فيديوهات منفردة هتلاقي علامة الايفو دي قائمة تشغيل موجود فيها كل الفيديوهات بتاع طفرات الريمبو كل فيديو على حدى لطفرة معينة اللي حابب انه تشوف فيديو مثلا عن طفرة معينة هيلاقيها في علامة الايفو هيدخل على طرقمة التشغيل ويدور على الفيديو اللي هو عايزه هيلاقيه باذن الله ويتفارع عليه وباذن الله يستفاد بس هدما والله الفيديو ده متعب جدا 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 فوق ما تتخيله يعني اخب مني وقت تبير جدا عما عملته فاتمنى منكم الدعم والاشتراك والتفعيل زر الجرس والضغط على ظل اللاير الضغط على ظل اللاير ضغطة بسطة ردا مش هتكلفك اي حاجة فاتمنى من كل شخص بيشوفني دوقتي ينزل ضغط على ظل اللاير اه يعني على قد تعبي وعلى قد مجهودي اللي انا اه عملته في الفيديو ده اه محدش يتخيل طبعا الطعب الوحب بيتعبه طبعا لسه بينزل صور وبيعمل المنتاج وبيعدلها عشان حقوق الطبع والنشر فهلما اتمنى منكم الضغط على ظل اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وخلان انا ادخل في الفيديو عشان ما نتولش عليكم ارطان من كده طيب رقم واحد واول صورة اسايف هنا قدامكم هي طفرة النورمل كل الناس عارفة طفرة النورمل اه الاخضر وطفرة النورمل الازرق اه اول حال معنا هي طفرة النورمل الاخضر دي هي تجمع طفرة النورمل الازرق مميزة بعلامات الجناح التقيلة والخطوط اللي بتبدأ من اول اجابها لحد خلفية الرأس اه طفرة النورمل بتتميز باللون اللي انتم شايفينه ده هو باللون الازرق وباللون الاخضر وبالعلامات اللي انتم شايفينها دي دي اول حالة اللي هي طفرة اول حالة اللي هي طفرة النورمل وبالمناسبة برضو عشان تبقوا عارفين كان في فيديو برضو في القناة بيتكلم عن جميع طفرات الروز والفشر بنفس طريقة الفيديو دو اتكلمنا عن جميع طفرات الروز والفشر برضو هيظهر لكم في علامة الايفو اللي حابب يشوفه هو موجود في علامة الايفو تاني طفرة معانا وهي طفرة الاسبانجل سنجل فاكتور دي طفرة الاسبانجل سنجل فاكتور منها أشكال كتير جدا وألوان كتير جدا وفي منها ألوان تشبه الريمبو والناس بتختلف على الموضوع ده كتير بس هنلقي دوقتي الاسبانرل الناس بتعتقد أنه ريمبو ده اسبانرل طبعا سنجل فاكتور أزرق وده اسبانرل سنجل فاكتور طبعا يا رماعة أزرق جولدين فيز سنجل فاكتور عامل الجولدين بيأثر على لون الأزرق بيأثر على الشكل العام فالناس بتعتقد أنه ريمبو من علامات الجناح تقدر تميز انه مش ريمبو هو ده اللون لا زرق طيب فيه لون تاني من ايوة فيه لون تاني وهو اه اصفر زي ما تشايفينه ده برضه ده معنا ثلاث اشتر من وفيه كمان اشتر غيرها بس اه هو مميز بعلامات الجناح بتاعته عرفنا ندخل عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الـ لطفلة الـ single factor ولطفلة الـ double factor. اني طفلة الـ single factor فيها علامات عالدناح. وطفرة الدOUBLE factor ما فيش علامة الدناح ولونه اصفر. زي طفرة اللاتيني. وبيتميز بلون العين الصمرة. فديت اللي انتو شايفينها في الصورة دي طفلة الـ double factor. طفرة معانا هي طفرة البنادد. البنادد في منها اللون كتير. ودوقتي هنقلوك على طفرة البنادد دي طفرة البنادد سنجل فاكتور اللون الرصاصي تمام في منها الويت فيس وفي منها الجولدين فيس مش هتفرق بس دي طفرة الروصاصي دي طفرة بنادد سنجل فاكتور اللون الازرق واللون الاخضر يبقى كده فيه تلات الوان في البنادد سنجل فاكتور رصاصي ولون ازرق ولون اخضر طيب احنا كده عرفنا طفرة بنادد سنجل فاكتور هندخل على بنادد دبل فاكتور دي طفرة البنادد دبل فاكتور بتتميز بعد موجود علاماتها على الظهر زي عكس قصدي طفرة الباند سينجل فارتور عرفت نحن كده طفرة الباند سينجل فارتور وطفرة الباند دابل فارتور رابع طفرة معنا هي طفرة الهوركل بتتميز بعلامات نقوش سودة تقيلة جدا في بعض علامات نقوش السمرة في جزء من الجناح فقط وليس الجناح كله خامس طفرة معنا هي طفرة الابلين الابلين بيتميز بعدم وجود علامات على الرأس من خلف وكمان بيتميز بعدم وجود علامات في منطقة الظهر اللي هي السبعة اللي انتم شايفينها دي وزي ما انتم شايفين في الصورة التانية عدم وجود اي علامات على خلف الرقبة فدي اللي يميز طفرة الابلين عن طفرة نورمال دي كانت طفرة الابلين وهي الطفرة الخمسة سادس طفرة معنا هي طفرة السينيمون نفس الشكل طفرة النورمل لكن بعلمات جناح بنية مخففة إنما طفرة النورمل بتبقى نفس الشكل لكن بعلمات جناح سودة فده الفرق ما بين طفرة السينامون وطفرة النورمل برضو زي ما تشايفين طفرة السينامون ومنها اللون الازرق ومنها اللون الاخضر وفيه اللون الاصفر كمان زي ما تشايفين دي طفرة السينامون سابع طفرة معانا وهي طفرة التكساس طفرة التكساس طبعا طفرة مميزة من الطفرات اللي أنا بحبها شخصيا طفرة هي طفرة تشبه طفرة لكن علامات تخفيف في لون الجسم. فبزو انتم شايفين لون الجسم المخفف خالص فدي طفرة منها لون الاصفر ومنها لون البيض ومنها لون الازرق المخفف. دي كده طفرة تامن طفرة وهي طفرة الفالو. الفالو بتتميز زي ما انتم شايفينها باللون ده وفي منها لون الازرق. وفي منها كمان اللون الاصفر واللون اللي اخضر وفي منها وفي منها وتتميز طفرة الفالو باللون العين اللاحمر والفول بادي على الجناح بيبقى شكل الجناح فول بادي تاسع طفرة معنا هي طفرة طبعا طفرة تتميز برضو بلون العين اللاحمر وطبعا واحد هيقول لي طب ايه الفرق ما بين طفرة الفالو طفرة علامات الجناح بتاعتها اخفاف بكتير من طفرة الفالو زي انت شايفين لو رجعتوا لي طفرة الفالو هتلاعوا ان علامات الجناح اتقل شوية فديت طفرة الليسوينج وتعتبر هي برضو نفس السعر لكن دي اسمه لسوينج وده اسمه فالو والاتنين باللون عين احمر عشر طفرة معانا هي طفرة الالبينو برضو الالبينو يتميز باللون البيض واللون العين الاحمر دي عشر طفرة معانا وهي طفرة القلبينو الطفرة الحداشر هي طفرة اللاتينو برضو تتميز باللون الأصفر وتتميز باللون الأحمر تختلف عن القلبينو وإن لونها أصفر وفيه كمان الطفرة الاثناشر هي طفرة الكريمي بتبقى ما بين اللونين ممزور ما بين اللونين والثلاث طفرات دول بينطلق عليهم وسمى إينو لأن فيهم كل حدا فيهم اللاتينو كريمينو قلبينو فكل حاجة فيها إينو فانطلق عليها مسمى إينو طفرة الـ 14 معنا هي طفرة التلير وينج أو طفرة صاف الجناح في من طفرة صاف الجناح أو التلير وينج أشتال كتير في منها عادة موجود على أي علامات على الجناح زي انتم شايفينه في الصورة اسمه القياسي وفي منه صاف الجناح الاعتيادي أو التلير وينج الاعتيادي في علامات بسيطة وهم الاتنين زي بعض ما يختلفوش عن بعض في حاجة وكمان نفس السعر ده كان صاف الجناح أو التلير وينج وفي منها اللون الأزرق وفي منها اللون الأخضر وفي منها اللون الأصفر وكمان الطفرة ديت هي عامل أساس في إنتاج تركيبة الريمبو طفرة الـ 15 معنا هي طفرة الجري وينج زي منتو أو طفرة الديالوت مش هختلف عن بعض كتير زي منتو شايفين في الصورة طفرة الجري وينج أو طفرة الديالوت لون الجسم بقى مخفف جدا وبتبقى ميلة إلى اللون الأزرق المبيض فدي طفرة الديالوت معنا طفرة 16 هي طفرة الفول بادي وطفرة الفول بادي مزيد ما بين طفرة الديالوت يعني لما تدوز الديالوت هيطلع في النص دي طفرة الفول بادي والفرق ما بين طفرة الفول بادي والدي والديالوت والديالوت طفرة 17 معنا هي طفرة البلاك وينج البلاك وينج دي من اسمها الوينج دي يعني الدناح والبلاك يعني اللون السود. فمن اسمها هو يعني لون طفرة الجناح الاسود. زي ما تشايفين طفرة دي غالية جدا يا جماعة. وفي منها اللون اللازرق ومن آآ في منها اللغضر. طفرة سعب بتوصل لست تلاف وسبعة تلاف وعشر تلاف جنيه. بس طفرة نادرة جدا. آآ وليلة في السوق جدا. آآ طفرة تمنتاشر معنا هي طفرة نفس طفرة لكن البلات بيبقى موجودة على فتسمى طفرة البلاكفيس. وبرضو الطفرة دي غالية جدا. وبعد تدية طفرة تساعتاشرة والطفرة العشرين هي طفرة والطفرة دي غالية جدا 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 جماعة في السوق. وليلة جدا لما تلاقي حد آآ معا الطفرة دي. آآ ضمت التلات طفرات المتعلقة بالبلاك ويند والبلاك فيس. وآخر حاجة معنا هي ترتيبة آآ لو هتلاحظوا انا قلت عليها مش طفرة لان الريمبو مش طفرة , انا الريمبو تركيبة عابيا عن كيلير وينج تمام وكمان لون اللازرق فطفرة او تركيبة هي اربع طفرات في بعض وكده يكون اتكلمنا عن ابرز الطفرات اه apostي الفارات وuldن ف Fantasy الطفارات الباقية مش مشهورة مش مشهورة زي الطفرات اللي فاتت احنا كده اتكلمنا عن اهم الطفارات وابرز طفرات واشهارها. واتكلمنا عن واحد وعشرين طفرة وترتيبة. اه كده يكون يا جماعة تكلمنا عن جميع طفرات البجي. الحمد لله. اتمنى منكم الدعم. اه. اللايك مش هيخسرك اي حاجة. اللايك مش هيخسرك اي حاجة لاني فعلا تغيبت في الفيديو ده جدا. والفيديو دو خاب مني وقت طويل جدا عما عملتها الجو. فاتمنى منكم الدعم وليشترك في القناة فالزار الجرس. والضغط على زل اللايك. وكده يكون فيديو بتاعنا خلص. وكل سلامة انتم طيبين بمناسبة العيد. اه بالنسبة لقدوم العيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.